بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه سعيد باللقاء بكم مرة أخرى في هذه الندولة تنعقد عقب اجتماع مجلس الحكومة حيث انعقد يومه الأربعة فاتح جمد الأولى 1445 الموافق ل 15 نوفمبر 2023 مجلسا للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية والتداول في مقترحات وفي بداية أشغال هذا المجلس تداول مجلس الحكومة وصدق على مشروع المرسوم رقم جوج 2380 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها قدمه السيد نزار باركا وزير الجهيز والماء ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 3615 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصصها حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذلك تدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات ولمخططات الوقاية من أخطارها وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات وتدبير أحداثها وارتباطا بمشروع المرسوم رقم جوج 23-725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم جوج 18-738 صادر في 22 من ربيع الأول 1440 30 نومبر 2018 بإحداث منطقة تصدير الحراء سوس ماسا قدمه السيد محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23-828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47-09 المتعلق بالنجاعة الطاقية قدمته السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أخدا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ويأتي هذا المشروع لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني حيث قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نوفمبر 2022 تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة لتشجيع على الاقتصاد في الطاقة وقد واكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العبلية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نوفمبر 2022 ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجمبر 2022 كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية وهدف هذا المشروع إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة السادسة من القانون 47-09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوصة عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية وانتقل مجلس الحكومة الطلاعي على اتفاقيات دولية قدمها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان ناطق رسمي باسم الحكومة نيابة عن السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاول الإفريقي والمغارب المقيمين بالخارج ويتعلق الأمر بأولا اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية السيراليو الموقع بالداخل في 28 أبريل 2023 ومشروع قانون رقم 3023 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور ويهدف هذا الاتفاق إلى إقرار النظام لتعزيز الأسس القانونية الكفيلة بتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع تحديد قواعد طلب هذه المساعدة وحالات رفض منحها ثانيا اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة الموقع بالرباط في 11 يوليو 2003 وسيتم بموجب هذا الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز التبادل السياحي بين جمهورية أنغولا والمملكة المغربية كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين إداراتهما المركزية للسياحة وبين هيئاتهما ومكاتبهما الوطنية للسياحة وكذا بين وكالتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة